في غضون ذلك شدد نواب على أهمية قانون المحكمة الاتحادية الموضوع تحت قبة برلمان مؤكدين أنه يهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء فيما حذر آخرنا من تدخل الأحزاب السياسية وتسيس القضاء القانون ينظم حالة المحكمة الاتحادية من حيث الإجراءات ومن حيث عدد أعضاءها من حيث طبيعة العمل فيها من حيث الأشخاص المشكلين لها قضاء أكاديميين علماء من الشريعة الإسلامية إلى آخره ينظم الحالة العامة هذا مهم جداً القانون محوري وستراتيجي هو من القوانين الأساسية الدستورية التي نص عليها الدستور الهدف هو نحو تشكيل مجلس محكمة اتحادية مستقلة غير مسيسة وتتخذ القرارات المنصفة والعادلة نتمنى أن لا تدخل الخلافات السياسية في هذا الموضوع لأنه حقيقة إذا دخلت الخلافات السياسية أعتقد سوف يكون القضاء مسيس نتمنى من الجميع أن يراعي المصلحة الوطنية وأن يبقى القضاء مستقل